السلام عليكم. اليوم سأشرح لكم عدة مواضيع بالكروك الأول بطريقة الكيوورد. طريقة الكيوورد هي أنه ناخذ مفاتيح من السؤال ونحل من خلالها السؤال. يعني ممكن تعرف من كلمات محددة شوان تقدر تحل السؤال دون ما تحتاج تقرأ أغلب السؤال. يعني ننطيك أمثلة. أنطيكم مثل ريد ستينبيركسل. ريد ستينبيركسل هي عبارة عن خلية سرطانية نشوفها في حالة السرطان اللي يصيب الغدد الليمفية من نوع هانجكن لينفوما أو كما يذكر في الكروك لينفو قرانيولو ماتوسيز. طيب شنو هذي هي الريد ستينبيركسل؟ ريد ستينبيركسل هي عبارة عن خلية بيلينفوسايت. اللي هي شنو خلية بيلينفوسايت؟ أحد نوع الخلايا المناعية اللي تنتج الأجسام المضادة للأنتيباليز. هذي تعرضي لتشوه وتكون غير ناضجة ويسموها مالتينيوكلييتد جايينت سيل تكون كبيرة الحجم. هذي تعرضت لعوامل سرطانية وبالتالي أصبحت بهذا الشكل هي خلية غير طبيعية. ما يسموها آول آي؟ طبعا يذكر بيصية ريد ستينبيركسل فقط يذكروها، وأغلب إجاباتها تكون الليمفو جرانيولو ماتوسيز اللي هي نوع هاتشكن لمفما طبعا الليمفوما تنقصن من هاتشكن لمفما ونون هاتشكن لمفما. فبالتالي هي من نوع هاتشكن لمفما اللي هي بيكروكليم فمن تشوه ريد ستينبيركسل أكثر الوقت اللي إجابة راح تكون هي للمفو جرانيولو ماتوسيز فهذا مفتاح مهم نلازم تأفوه. مثال آخر نطيقكم يا اللي هو ميكاليكس سيل او ميكاليكس بالزيت سيل كما تكتب ايضا هذه الخلية هي عبارة عن مايكروفيج احد انواع الخلايا الدفاعية ايضا اللي تلتهم البكترية فطبعا هذه الخلية لما تلتهم بكترية اسمها كليب سيالا اللي هي احد انواع البكترية اللي من نوع جرام نيكتف اي سالبة الصبغة فلما تلتهمها راح تحتوي عليها وراح تسمى بهذه الطريقة كليب سيالا هذي شو قد تظهر لنا تظهر لنا في حالة لما تصيب هذه البكترية الانف في منطقة الانف وتتكون قرانيلوما قرانيلوما شنو تجمع الخلايا الدفاعية بحيث تحوط هذا المرض او هذه الانفكشن تحوطها لهذه البكترية الكليب سيالا وراح تؤدي نتيجة انه يعني مثل حرب راح تصير في هذه المنطقة متكون قرانيلوما هذا راح يؤدي الى انه تحصيل عملية دفاعية في هذه المنطقة وراح تؤدي الى تدمر الانسجة في منطقة الانف فهذه الحالة يسموها رينو سيكلي روما رينو معناها انف سيكلي روما معنىها مثل التصلب في منطقة الانف او طبعا مرات فقط يذكرون سيكليروما لنشوفون ميكاليك سيل فكروا رينو سيكليروما او سيكليروما فهذا مفتاح ثاني تستفادون من عنده طيب هسا نجي الموضوع مهم الامبوليزم طبعا رحشتها فقط ثلاثة من انواع الامبوليزم اللي شبتها واردها وهي يكون معها الامبوليزم منها الامبوليزم فات امبوليزم ثرومبو امبوليزم وشنو امبوليزم اول مرة الامبوليزم هي لما تحصل عندنا عملية انتقال مادة معينة تسد الشرايين او لوعية دموية وتنتقل في الدم من مكان لمكان هذه الحالة نسميها امبوليزم يعني لما عندك لنفرض فقاعة هواء داخل الدم هذه فقاعة الهواء او اللي غير قابل ان تدوم مثلا في الدم هذه فقاعة الهواء ما راح تسوي راح تسد مجرى الدم فهذه الحالة نسميها امبوليزم لنفرض مثال اخر لما قطعة الدهون الدهم طبعا تعرفونه ما يذوب في الدم فلو انتقلت هذه قطعة الدهون من مكان الى اخر داخل الدم داخل وعادة دم وسدت الارتري راح نسميها فات امبوليزم وطبعا نفس الحالة لو انتقلت خثرة دموية من مكان الى اخر طبعا شوفوا دا اقول لكم بتنتقل من مكان الى اخر لو كانت في نفس المكان كنا سميناها ثرومبوسيز اي فقط تخثر صار موضعي في هذا المكان وسد الارتري او الفين لكن لما تنتقل من مكان الى اخر داخل مجرى الدم شوفوا نسميها امبوليزم لازم يتركزون وتفرقون بين المسألتين فلو نفرض انه شخص عنده مشكلة في الفينات او الوردة الموجودة في القدم طبعا ثرومبوفيليباريتس اسمها هذه الحالة فراح شنشوف راح تتكون خثرة داخل هذا الفين وثم راح تنتقل في الدم طبعا احنا مثل ما نعرف اذا انتقلت في الدم راح ترجع للقلب والقلب قبل راح يضخها الى الرئة وراح يصير لدينا حالة اسمها pulmonary embolism فهذه حالة من حالة الامبوليزم طب ايش وقت نشوف الفات امبوليزم لما في حالة العظم العظم طبعا مثلا يتكون من العظم نفسه اللي هو متكون من الفوسفات والكاليسيوم والأول اللي يسموه البون ماتريكس وايضا يحتوي على نخاء العظم الاحمر ونخاء العظم الأصفر يلو مارو ورايد مارو رايد مارو هي الصنع الخلايا الدموية الدفاعية وخلايا الريد بلوت سيالس اما اليلو مارو فهذه منطقتها مناطق العظم بالنهاية تكون تحتوي على نسيج دهني لما يكسر العظم طبعا في حالة الكسور تشوفون انه يقول لك مثلا فبالتالي راح نشوف تخرج هذه الدهون الى مجرى الدم وتروح وتسوي امبوليزم وراح نشوف ممكن تحدي الى pulmonary embolism ايضا تأدي الى سد الشرائن الموجودة في الرئة وتأدي الى موت المريض اما الى اير امبوليزم فهي تحصل مرات في حالات مثل حالات السيرجري ونطيعهم نضع نحن داخل الوريد مرات تحصل فيها فقاعات هواء او موجودة وتعتبر هذه الى اير امبوليزم ومرات خلال الجراحة ممكن يعبر هواء الى داخل مجرى الارتريز والفين وتصل الى امبوليزم فهذه مثال على الامبوليزم